معاناة لا تنتهي في اليمن بداية بالحرب المشتعلة منذ ثمان سنوات وانتشار المجاعة بشكل مخيف وارتفاع الاسعار في المواد الاستهلاكية مرورا بانقطاع الرواتب وصولا الى انتشار جائحة وبائية بشكل مفاجئ وكبير بين السكان معظمهم من الاطفال وسط مخاوف متزايدة بين الاهالي وغياب الخدمات الصحية التي تنقذ حياة هؤلاء الاطفال مشافي عدن استقبلت العديد من المصابين بالحميات واعراض مشابهة لمرض الحسب المعضي خلال ايام الاخيرة الماضية ولا تزال الحالات في الزياد المسمر مصادر طبية اكدت انه تم تشخيص معظم الحالات وتبين انها مصابة بمرض الحسب ومرض ما يسمى بالكتيعة والاخير يصيب المريض بطفح جلدي وحبوب تغطي كافة انحاء الجسم مما يسبب للمريض ارتفاعا في درجة الحرارة وارهاقا شديدا وازدادت المخوف بين الاهالي من تفشي الجائحة الوبائية في ظل انهيار القطاع الصحي في البلاد جراء الحرب التي دخلت عامها الثامن على التوالي علاوة على الفساد الكبير الذي توقل في مختلف مفاصل حكومة بينها القطاع الصحي وحذرت المصادر الطبية من استخدام المراهم والكريمات بدون استشارة طبيب متخصص سيما المرضى الذين يعانون من التحسس وشددت على ضرورة الالتزام بنظافة الشوارع والمنازل والاحياء من المخلفات والنفايات ومياه الصرف الصحي لما لها من آثار بانتشار الأوبئة وتفاقم الوضع الصحي مع دخول فصل الصيف وبدء ارتفاع درجات الحرارة وطالبت الجهات الحكومية على رأسها وزارة الصحة بتشكيل غرفة عمليات وتتبع الوباء وتوفير اللقاحات اللازمة والتحس بلأي جائحة مفاجأة تعصف بالمدينة مع فصل الصيف وتنفيذ حملات توعوية للمواطنين اشتركوا في القناة